أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 16 أيار القمر طبعا هو موجود الآن في منزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لساعة 13 دقائق صباحا من صباح يوم الأحد 16.05 لينتقل بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة وللمشاكل يعني منزلة سلبية أما بالنسبة للقمر فهو موجود بالسرطان كمان اليوم تأثير القمر لما بيكون موجود بالسرطان على جميع الأبراج نشعر في هذه الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبوم أو ذكريات يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا بحيث أننا نشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام بالفترة علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن محسسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة ماء أو شجيرة لانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عندنا زاويتين ثلاث زوايا فلكية أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 12 و 34 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الثانية فهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 5 و 5 دقائق صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية الثالثة فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي راح تكون فيه تمام الساعة 10 و 41 دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بما أن القمر موجود في السرطان معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم الاثنين 17 خمسة راح يبدأ فيه تمام الساعة 6 و 22 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و 45 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر الهلال 5 أيام فيه تمام الساعة 5 و 55 دقيقة صباحا ليصبح 6 أيام نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم 25 مزاجها سعيد بنسبة 10% القمر في السرطان حتى يوم 17 خمسة سعيد بنسبة 15% عطارد في الجوزاء حتى يوم 29 خمسة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 2 ستة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إشي أنما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر من التصرفات العدائية حاول أنك ما تخالف القوانين والإرشادات ممكن اليوم تعاني من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمال أو كلام جارح برج الثور ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم إشي أنك تكونوا أكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان حاول أنك تعبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات لا تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة حاول أنك يعني تنشط اليوم قدر الإمكان بإنجاز وتحقيق مبتغاك لأنه النشاط عندك عالي جدا برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية أهم إشي أنك تخففه من النفقات ممكن تناقش اليوم موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسويق اللي كنت تحلم فيها بتفتح أمامك اليوم أباب والحوار والنقاش البناء حاول أنك تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم اليوم ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة في حياتكم بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتكم اليومية وتعتبر هذه الفترة من أجمل أيام الشهر برج الأسد بيسيطر التعب عليكم حاولوا إنك بس تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وحاولوا إنكم تخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر في بعضكم رح يشعر إما إنه في فشل بعض المواضيع أو يشعر بالتعب والمرض بتفشل أعمالك في حصد النجاح وبيخيب أمالك أو بتخيب أمالك لتأجيل أو لإلغاء في الفترات أو في اللحظات الأخيرة وذلك بسبب وجود القمر في بيت المتاعب يوم الأجواء بعدها بتتحسن برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وابتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبة اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل انت بحاجة للتحالفات ممكن اليوم تفرح لتفهم الآخرين لإلك وتحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل بتناسبك أو بتناسب طموحاتك أو أهدافك برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو ما بيتعاون معك أهم شيء إنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح صحيح إن الفترة هاي فيها بحض القلق والتوتر برج العقرب بتنشطوا اليوم في مسائل لها علاقة إما بسفر أو باتصالات بعيدة أهم شيء إنك تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظاً وبتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم شيء إنك ما تقف ساكن وحاول إنك تتحرك لحصد المكاسب هذا اليوم برج القوس بتنهمك في أمور إلها علاقة بضبط شؤنكم المالية المشتركة رغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض اليوم حاول إنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو موضوع إداري برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفي هاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء في مسار بعض الأمور أو الخطوات باتجاه معين أو يتغير نمط معين أنا مع هذا الموضوع أنك أنت تعمل هاي الأشياء وما تبدأ بشيء جديد لا توجه انتقاد لأحد لأنه الفترة هاي معاكسة لا إلك برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل وحاذروا من تراجع صحي حاول أنك تغير من أولوياتك إذا دعت الحاجة وحاول إنك ما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في أعمالك وبرضو حاول إنك تستشير طبيبك إن شعرت بشيء صحي برج الحوت ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معاهم اليوم يقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية جدا وعندك قدرة على استعاب الأمور أيضا هاي فترة إيجابية لازم تتحرك في كل الاتجاهات عشان تحصد منها قدر الإمكان وخصوصا على المستوى الحضوض ومستوى الحب أو العاطفي ومستوى بعض الأمور اللي إلها علاقها بالأحبة اللي هم مثل الأبناء أو أفراد العائلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر